أرحب بكم مجددا تعتبر الزراعة في المناطق الصحراوية تحديا كبيرا للطبيعة ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر العناصر الغذائية الأساسية للتربة وندرة المياه كلها عوامل تفقد النباتات القدرة على النمو بشكل سليم ولكن هذه الأمور لم تقف عائقا أمام أهالي منطقة أديسة حيث أنهم عرفوا الطريقة المناسبة لاستغلال المساحة الواسعة من الأراضي وزراعتها وتوفير منتج محلي وفرص عمل لأبناء المنطقة تعتبر الزراعة في المناطق الصحراوية تحديا كبيرا للطبيعة ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر العناصر الغذائية الأساسية للتربة وندرة المياه كلها عوامل تفقد النباتات القدرة على النمو بشكل سليم ولكن هذا لم يقف عائقا أمام أهالي منطقة الديسة حيث أنهم عرفوا الطريقة المناسبة لاستغلال المساحات الواسعة من الأراضي لزراعتها وتوفير منتج محلي وفرص عمل لأبناء المنطقة نعتمد في زراعاتنا على طبيعة المنطقة وهي منطقة صحراوية تتناسب معها عدة زراعات نعتمدينها ضمن خطتنا السنوية من ضمنها مشروع الفول بالإضافة إلى زراعة البطيخ والزراعة الأخرى هي زراعات البندورة الآن مشروع الفول تقريبا زارعين مئتين دونوم فول يوفر عندنا تقريبا مئة وعشرين فرصة عمل لسيدات قرى حوض الديسة وبالتالي كانت ضمن خطتنا إحنا السنوية أن تكون فيه تشارقية بين الرجل والمرأة تزويد السوق المحلي بمنتج الفول بالإضافة إلى أن العائدات الربحية فالمحصلة تعود إلى مساهمين الجمعيات وبالتالي تحسين مستوى الدخل لتلك الأسر والعائلات عندنا المشروع الثاني اللي شغالين عليها الآن إن شاء الله هو مشروع البطيخ وهو بحدود 360 دونوم بطيخ إن شاء الله سيتم زراعتها بداية شهر اثنين والحصول على المنتج إن شاء الله ضمن شهر خمسة وبالتالي برضو فتح فرص عمل جديدة إلى أبناء إلى شباب المنطقة وسيدات المنطقة النباتات الطبية والمهددة بالانقراض وجدت لها مساحة أيضا هنا في رمال صحراء الديسة أنا أعمل في مشتل للأعشاب المهددة بالانقراض في جمعي سيدات الديسة وهذا المشتل نزرع فيه جميع الأعشاب اللي مثل الهنيدية والقيسوم الزعتر الغضاء الرتم الطلح الأجار المهددة بالانقراض في وادي رم ونعمل في هذا المشتل لجمع البذور وتجفيفها وزراعتها وزراعتها تقريبا زرعنا العام تقريبا 6 ألاف شتلة والسنة هي 7 ألاف و600 شتلة وفي من الأشتال تم توزيعها على الأهالي في وادي رم وفي منطقة الديسة وفي المخيمات السياحية تجيحهم على زراعة الأشجار اللي نزرعها في هذا المشتل وتم بيع نص هاي الأشتال وتم زراعة شجرة الغضاء اللي هي يعني ترمز المنطقة وادي رم الشجرة هاي اللي يعني تعتبر هي موجودة الوحيدة في وادي رم ويعتمد المزارعون في المنطقة على المياه الجوفية في حوض الديسة واستخدام طرق حديثة للري وكانت هذه المشاريع الزراعية لها أثر كبير في تعزيز ورفع الوضع الاقتصادي في المنطقة